محتوى البرنامج التالي من أفكار وأراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديوس ويالي بها السلام عليكم يا أيها المشنططين في أسقاع الأرض يجب التوضيح بأن كلمة شنططة جاءت من شنطة وكل شخص يرى حاله كل شويعات الشنطايته وسارح بهالبلاد فهو مشنط وإذا كان يملك أكثر من شنطة كل شنطة ببلد فهو حتما مشنطط وإذا كان هناك عدة أشخاص خزانة أوعيهم بسوريا وهم في الصين أو تيابهم الشتوية بتركيا والصيفية ببرلين ومذكراتهم الشخصية بمكان وهن بمكان تاني فهم مليون بالمئة مشنططين هاد يا أخواتي قفلنا الحلقة الماضية وقلنا لنفتح سيرة تانية إما تشفت لكم هالبوست التالي في تجمع كرجات المشنططين مرحبا للجميع لو سمحتوا بدي نصيحتكن زوجتي بلشت تتغير وتحاولت أقلمني أنه صرنا بأوروبا وكل شي تغير وكبر راسة كتير سؤالي يقلكن يلي بيهمني بكل الموضوع هو بنتي كيف بدي أخذها وإرجاعها سوريا؟ أرجو النصيحة مع العلم أنه بنتي مسجلي على أوزفايس مارتي يعني أنا أعتقد أنه المسألة معقدة جدا لا يوجد لها يعني إيجابة مختصرة وبسيطة هلا بغض النظر أنه هو عم يعرض مشكلته الشخصية مع مرته على صفحة عامة فيها 300 ألف سوري مشنطط وبغض النظر أنه هو مو خجلان يعرض المنطق الخرائي تبعه بالتعبير عن القصة هو حر هاتش عادي ممكن يمرق بس التعليقات يا جماعة يعلم يعلم التعليقات سمعوا سمعوا النساء أساس وفسادة الموجة هيك برأي الشخص حاطت بس اسمه مع اسواي طيب حط اسمك كله لنعرف منها الشخصية الفذة التي دلت بدلوي هالي التو لنصير نستفيد من آراءك بالمستقبل اسمك اسمي جهاد جهاد شو جهاد النكاح نزلنا شوي لتحت إلنا يا محلة المحلل قدام الدج الله يلعن كل وحدة تغيرت ونسيت أصله هاد مو خجلان حاطت اسمه كامل وواسق من حاله وبيكمل أخي اللي خرب النسوان أكتر شي هاي اللي صارت معا كرت البنك ورواتب ولادة وصار الزلمة مثل الكرسي بالبيت طرلك سنكرس لي إنت كلما بقواب تقنم حسبنا الله ونعم الوكيل مرق مرق للكومنت اللي بعده مرق لك شلون رح تتركها لحالة بأوربا إذا أنت طالعتها قلت لحالي ليك هالزلمة شو ظريف وكفو كملنا الكومنت أكلنا الكم لم تضبط معنا وبعدين أنت فيك تسايرها وتأخذها على قد عقله وتقنعها بكل شي بالدكيان بدون مشاكل وسختك بإيجر يعني هاد شخص ما بيعرف مين هاي المذكورة ولا بيعرف شو هو تفكيره وحكم أنه بينضحك على عقله بس لأنه مرأ والله أنا مالي من جماعة مناصرة حقوق المرأة وقضايا الجندرة وبعرف أنه نحن النسوان مو قلال كمان وعننا مخ بجنن قبيلة بس الدجة هيك يعني وما يطلع حدا يخرسك أو يقلك عيب يا متخلف يعني عيب لأ بالعكس بيطلع واحد تاني بيأزره لأ ومتحمس كأنه أجته فرصته بالحياة ليندق من الجنس العاطل أخي الحل شغلتين يا دعس بصر ماي يا روح ركب قرون لك يا شباب يا شباب شو أخدكن على هديك البلاد يعني ما بتعرفوا هيك بدوا يصير إلا إلا من رحم ربي أستغفر الله العظيم ولسه الخير لأدام لك لسه ما شفته شي موت بلدك مرفوع الرأس أحسن ما تموت بي أوروبا ولك كيل عن أوروبا ويل عن أهلاك فكأننا نهاجر بأقرب فرصة لنهرب من أولاد الحل فاسمح لي قلن يا عزيزي ولكتلح حاصل تباك ما فيني أقول لك شي من عندي غير يعني والله هي خطيتك عن جد بتزعل والله يعني بعدين هذا منطق التشهيش والتعبير عن طريق التفكير معينة بعدين دحش الدين بالسيرة إنت حنخلص منه يعني أنت إذا ذكرت الله بعد هاي جواهر لنطقتها هاد بيبرر تعصيبك وتخلفك نيعا بيقولوا من وين إجتنا الكتائب الأقصائية اللي بعده لازم تلعن أهل أهلة منفع الغبي معقد الجاهل شوف لا تتنازل لأنه بتتمادى أكتر الله يصلح حالك ويجبر بخاطرك الله ياخدك روح غالي روح روح أخي أخرا عليها وتجوز لك وحدة ألمانية تكون أكابر وبنتك الله ما بينساها بتزورك كل أسبوع وبتربى وبيمشي حالها لك هاتش سهلة القصة عنده لك يفضح عينكن ولا كومنت بيفش القلب لك أخ ها ها كأنه في أخي ما ترد على كل هاد الحكي كبو حاول تهمله يعني لا تعطي أهمية لوجوده بدون كلام مباشر معه هيك مارس حياتك الطبيعية بعيد عنه اطلعها سهار مع رفقاتك وأمن لأحتياجاتها أمن لأحتياجاتها شو مربي حيوان أليف ايه كمل والله وخليك عم تضحك عكل شي وتغيظة وإذا عصبت لفهم شي يعني حسسها بقيمتك أول مرة بيسمعه بحياتي عفرم عليك شجال عن جد ما بينشر هيك شي هاي مرته وعرضه والحياة الزوجية ما بصير تطلع أسراره لبرة حرام شرعا وتاني الشي انتو اللي عم تنصحو تعرفوا هو شو عامل أصلا برك الحق عليه كلام سليم يا خالتي ياسمين تشام يعني كان بودي أعرف اسمك الحقيقي بس لح اطلعي فورا مصفحة لأنه رح يبلش السبق دغري نطلع واحد لك تلحظ انتي شو مخطأ هيئتك ناترا هالخازوق لجوزك أو لحبيبك لحتى هيك عم تحكي هربي 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 فورا دغري شو مفوتك لهون منيح محاطة اسمك الحقيقي هربي ايه بحياتك لأختك بحياتك لأختك بحياتك لأختك ماذا فيه؟ نحن بألمانيا أو بسبيني الحق عليك مو عرفان تضبط مرتك وبنتك عملوا لايك لصفحتي جزاكم الله خيرا الهمر حلو للبيع هلأ من كل عائلكون صدقتوا هاد البوست هاد عم يضحك علينا عباله يتسلى ما في حد عائل بنشر هيك شي عن مرته بعدين بيظهر أبو الحلول ها هو يخرج من بين الكثبان أقوى من الشدة أطول من المدة أحد من السين أهدأ من السكون أسرع من لمح العين إنه الرجل الطائر إنه الرجل العجيب اسمعوا اسمعوا أبو الحلول مع الليم أضحاك عليها وإلا بدنا ننزل ع تركيا مشان أهلك يشوفوك ومنها نحكي ونزل تهريب من اليونان وبصرت بتركيا بتنزل ع سوريا وبتخلي جوازة معك ويبقى بهذاك الوقت بتعمل يلي بتديا بس نصيحة ما ضعيفة هون لأن بتكون حصلت علي يلي بتديا والله يهديها ويصبرك على ما ابتلاقك ليك هات شو زكي ليك هات شو زكي هي صار أنه أنا قاعد مقبور بالبيت ميشي هتستبزني ميكاية فيها هعمل خمسة بحفل الشهر ومش هأعزمها بنص العجقى بينط واحد هيك فجأة بشرة سارة لكل السوريين بمناسبة موسم الأعياد الرئيسة الألمانية مريكل تأمر بصرف مرتبة 3 شهور منحة لكل لاجئ سوري حاصل على إقامة دائمة أو إقامة ثلاث سنوات وإقامة حماية ولكل لاجئ قدم أول محكمة وينتظر الثانية وللاجئين السوريين الذين ما زالوا في الكامبات إلى الآن ولم يأتيهم على ترانسفير بيأخذوا مرتب شهر وكذلك أمرت بمنح مبلغ 5000 يورو لكل لاجئ سوريا يصادف تاريخ إنجابها لمولود شديد في يوم الكريسمس ولكل لاجئ سوري يقدم إثبات أنه من مواليد عيد الكريسمس كمان سيتم صرف 3000 يورو بمناسبة الأعياد لخريجي المؤهلات العليا والوسطى و2000 يورو لطلاب الجامعة السوريين و1000 يورو لطلاب المدارس أما طلاب الروضة 500 يورو فقط لا غير استخرج من القطع السابقة ما يلي مبتدأ وخبر مضاف إليه مجرور جمع مؤنس سالم مرأة النكتة عليكم لا تعليق على كل هاي التعليقات والله ما بعرف الواحد ش بده يحكي عن جد شكله لازم الواحد يبطل ينصدم للنمازج اللي كانت عايش معه بنفس البلد أو اللي كمان اسمه سوريين يعني مشانططين وعافين حالكن وقدرانين تضلوا متعصبين وبشعين يعني إذا ما عد قدرت تضرب مرتك أو ابنك لأنه في قوانين بتمنعك وحكومة بتحاكمك على هذا الشي وبتدفعك ثمن مادي ومعنوي فأنت صرت مثلا رجل كرسي ولا بطلت رجال والله ما بعرف عن جد السلام عليكم هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي